سبح عليكم مرة تانية وزي ما كان الموسم الرمضاني ده أو الموسم الدرامي الرمضاني ده من أهم الموسم الرمضانية على الإطلاق وكانت الأعمال ربما كانت أعمال مميزة جداً متنوعة جداً لكن كان في حاجة ربما لافتت أنظرناس كتير جداً في هذا الموسم الرمضاني وهو التترات التتر الخاص بكل مسلسل الموسيقى التصورية لكل مسلسل اللي بتربط الأحداث ببعضها ربما زي ما كان فيه أبطال في الأعمال الدرامية أيضاً كان فيه أبطال ونجوم كتير جداً في هذه التترات يعني مثلاً الكنج محمد مونير سمعنا صوته في التتر الخاص بمسلسل عملة ندرة وسمعنا أيضاً صوته في سره الباتع في ممثلين آثاروا أنه هم يغنوا التتر بتاعهم لأنه هم فعلاً يمتلكوا هذه الموهبة زي دنيا سمير غانم في مسلسل جات سليمة عندنا طبعاً الجيل العظيم بتاع النستالجيا حميد الشعيري أبدع فيه مسلسل مذكرات زوج وأيضاً هشام عباس أبدع فيه مسلسل الصفارة في التتر الخاص به صحيح كمان بقى متحة صالح متحة صالح أصله أمتعنا يمكن تترات كتير جداً من الأصوات اللي احنا دايماً مرتبطين بيها فيه أعمال كتير مرتبطة مش بس بفنانينها لكن بالفنانين كمان والمغنين اللي يمكن أبدعوا في تترات منهم متحة صالح كاعدتوا بيتميز في حضرة العمدة كمان طبعاً محمد الحلو حنان ماضي اللي رجعت طبعاً بعد كتير جداً والاجتمعوا في دار بنار أحمد سعد بقى يعني رباعيات لحقيقة اللي أثرت فيها فوسلسل جعفر العمدة هنتكلم عن كل التترات دي وهنتكلم كمان إن إيه اللي حصل في التترات من الفترة فيه فترة كده كانت أعمال عايشة معنا من سنين كتير جداً عايشة معنا بتتراتها وبعدين الموضوع اختفى شوية بعد كده رجع التاني التترات خلينا نسمع ونحلل مجمل هذه الأعمال الغنائية اللي شاركت في الموسم الدرامي مع الناقد الموسيقي أمجد جمال منوارنا النهاردة في ستوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكم نوارنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكم كل صواتم طيبين ومفتوك جداً معكم من عارض أهلا بك يا أستاذ أمجد وربما الموسم ده موسم مختلف فيه ألوان مختلفة من الأعمال الدرامية هل انعكس اختلاف الأعمال الدرامية دي على اختلاف أيضاً التترات ولا جاءت زي الموسم السابقة لا طبعاً السنة دي هو فيه زخم وتنوع كبير في الدراما نفسها فبالتالي ده انعكس على التترات احنا عندنا حوالي عشر تترات يعني مغنيين وتمانية موسيقى تصوية يعني موسيقى فقط من غير غناء طبعاً تنوع كبير مواضيع صعيدي شعبي فيه كوميدي يعني فيه أغاني كوميديية فيه أغاني درامية بالمفهوم الكلاسيكي يعني للأغنية الدرامية أنا شايف أن أغانية التترات فعلاً السنة دي كانت لفت الأنظار حتى فيه أغنية مهرجانات في أحد المسلسلات كان إيه؟ اللي هي ألف حمد الله على السلامة عينبا فتنوع كبير جداً كلاسيك مهرجان شعبي صعيدي ربابة فلا فعلاً فيه تنوع موزهل